مصيادة الطموح في يوم من الأيام ذهب صيادان لاستياد الأسماك اصطاد أحدهما سمكة كبيرة الحجم فوضعها في سلته وقرر العودة إلى بيته فسأله الصياد الآخر إلى أين تذهب فأجاب سأذهب إلى البيت فقال اصطدت سمكة كبيرة جدا فرد الرجل إن من الأفضل اصطياد سمك أكثر فسأله صديقه ولما علي فعل ذلك فرد الرجل لأنك عندئذ تستطيع بيع الأسماك في السوق فسأله صديقه ولماذا أبيع الأسماك قال لكي تحصل على نقود أكثر فسأله صديقه ولماذا أفعل ذلك فرد الرجل لأنك عندها تستطيع ادخاره وزيادة رصيدك في البنك فسأله ولماذا أفعل ذلك فرد الرجل كي تصير غنيا فسأله صديقه وماذا أفعل عندما أصبح غنيا فرد الرجل تستطيع عندها في أحد الأيام أن تستمتع بوقتك مع زوجتك وأبنائك فقال له صديقه العاقل وهذا ما أفعله الآن بالضبط ولا أريد تأجيله حتى يضيع مني عمري مصيدة الطموح في يوم من الأيام ذهب صيادان لاستياد الأسماك اصطاد أحدهما سمكة كبيرة الحجم فوضعها في سلته وقرر العودة إلى بيته فسأله الصياد الآخر إلى أين تذهب فأجاب سأذهب إلى البيت فقد استطدت سمكة كبيرة جدا فرد الرجل إن من الأفضل استياد سمك أكثر فسأله صديقه ولما علي فعل ذلك فرد الرجل لأنك عندئذ تستطيع بيع الأسماك في السوق فسأله صديقه ولماذا أبيع الأسماك قال لكي تحصل على نقود أكثر فسأله صديقه ولماذا أفعل ذلك فرد الرجل لأنك عندها تستطيع ادخاره وزيادة رصيدك في البنك فسأله ولما أفعل ذلك فرد الرجل كي تصير غنيا فسأله صديقه وماذا أفعل عندما أصبح غنيا فرد الرجل تستطيع عندها في أحد الأيام أن تستمتع بوقتك مع زوجتك وأبنائك فقال له صديقه العاقل وهذا ما أفعله الآن بالضبط ولا أريد تأجيله حتى يضيع مني عمري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر